ثمن رئيس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار في المجالات الحيوية ذات صلة بحياة ومعيشة المواطنين وعبر رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة عدن مدير البرنامج السعودي للتنمية والإعمار مكتب عدن المهندس أحمد مدخلي عن تقدير بلادنا للأشقاء في السعودية على مد إياد الدعم في كل الظروف والأحوال وموقفها التاريخي في معركة العرب المصيرية ضد مشروع إيران الدموي منوها بالآثار الإيجابية للمشاريع البرنامج السعودي في عدد من المجالات والتي لمس ثمارها المواطنين خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي والخدمي وقدم مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن تقريرا حول المشاريع التي نفذها البرنامج والتي بلغت 204 مشروع ومبادرة تنموية تركزت في سبع قطاعات أساسية خدمية أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والطرق والزراعة والثروة السمكية إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية والبرامج التنموية الأخرى